التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية عبد الرحمن المحرمي لجنة متابعة راضي جامعة عدم برئاسة الدكتور خضر ناصر لسور لمناقشة أوضاع الجامعة والمشاكل المتعلقة بالحرم الجامعي ووقف المحرمي خلال اللقاء على مشكلة التعديات على أراضي الحرم الجامعي بي بي رحمد واستمع إلى شرح مفصل من رئيس وأعضاء اللجنة حول حجم هذه التعديات والأثار السلبية التي تلحق بها وبحث الآليات المناسبة لوقف هذه التجاوزات وأكد المحرمي ضرورة حماية أراضي الحرم الجامعي من أي تعديات أو أعمال بناء غير قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري مشددا على أن الحفاظ على هذه الأراضي مسؤولية الجامع باعتبارها مصلحة عامة كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في جامعة عدن ومختلف الكليات التابعة لها والخطط والبرامج التي تعمل الجامعة على تنفيذها وكذل الاستعدادات للامتحانات النهائية والتحضيرات لاستقبال العام الجامعي المقبل وفي ختام اللقاء شهد المحرمي بحرص رئاسة الجامعة وهيئتها تدريسية على استمرار العملية الأكاديمية كأساس للتمية وبناء الأجيال مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة لقيادة الجامعة في مختلف المجالات من جانبها عبرت قيادة جامعة عدن عن شكرها وتقديرها لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي على اهتمامه الكبير بالتعليم الأكاديمي والعالي ودعمه المتواصل للجامعة ومنتسبيها ترجمة نانسي قنقر